بمخيمات تندوف وبالضبط بما يسمى بمخيم الداخلة اندلعت حرائق يقف وراءها شباب محتج على تظاهرة سينمائية منظمة هناك طريقة في الاحتجاج وجدها هؤلاء الشباب فرصة للتنديد بخلش قيمهم الصحراوية وتشير آخر الأخبار الواردة من هناك لاعتقال 15 شخصا من طرف قوات البوليساريو المزيد في تقرير لسارك زوبير نيران تجتاح عدد من الخيم التي تأوي بعضا من سكان مخيمات تندوف حرائق نفذها شباب صحراوي احتجاجا على تظاهرة سينمائية منظمة بما يسمى مخيم الداخلة شارك ضمنها فنانون وصفهم الشباب المحتج بفناني الخلع الشباب الصحراوي رأى في القيام بعملية احراق الخيم طريقة للدفاع عن قيمه ومبادئه الاجتماعية الاصيلية اذ لم يجد بدا من الثورة على الخدش بمرؤة وحياء المجتمع الصحراوي وما زاد من حماسة ولهيب هؤلاء الشباب هو طريقة الاستقبال التي خصت بها المسؤول عن التظاهرة فناني الخلاع في نظر الشباب الناقم مرة اخرى تخرج الاوضاع عن السيطرة بالمخيمات احتجاجا على استغلال معاناة السكان اذ كان لافتا ان الشباب اختار مناسبة من هذا الحجم يحضرها جانب لتعبير عن معاناتهم فالشباب بالمخيمات اضحى قبلة موقوتة في نظر عدد من المتابعين بنظر للكراهات التي يجدها بالمخيمات اوضاع تتفاقم يوما عن يوم بسبب تهميش القيادة الفاسدة لطموحات هؤلاء الشباب في العيش الكريم لذلك كان لزاما على صناع فرجة الخلاعة والخدش بالحياة ان يتبينوا قبل المجيء الى مجتمع محافظ كما كان لزاما في نفس الان على بعض اذرع القيادة الفاسدة الحذرة من اعمال لباقة زائدة عن اللزوم